موسيقى كل سنة طيبين عندنا حلقة النهاردة متميزة 6 أكتوبر و47 عام لكن عندنا انفراضات وأشياء كثيرة هقولها من القلب لكل اللي بيسمع لكن زي ما تعودنا بقول كلمة دينية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيقول الزهد في الدنيا ثلاثة أحرف زاء وهاء ودال الزاء ترك الزينة الهاء ترك الهوى والدال ترك الدنيا يعني نسيب الثلاث حاجات دول الزينة والهوى والدنيا وكلمكم من قلبي لمصلحة الوطن لله ولكل الناس الصبرة الناس الطيبة الناس اللي أقدرها وتقدر معنى الكلمة والكلمة نور وكلمتنا نور هدأ معاكم تهنئة لكل أبطال النصر وأبنائهم وأحفادهم أبطال أكتوبر المجيد النهاردة هقول بعض المعلومات كتبتها مبارح من قلبي وأنا براجع بعض البيانات وسفزيني بعض الحاجات من الجانب الآخر هنقولها لكن نبدأ بأغنية وطنية أقول لأبطال مصر لأبطال العرب لأبطالنا البواسل وأبنائهم وأحفادهم أبطال مصر من جيشنا الوطني العظيم جيش مصر كل سنة ونطيبين مع برنامج هو ده نبدأ معكم كلامنا وتحية من القلب لقادة أكتوبر تتكلم من هزيمة صعبة من نكسة 67 حتى النصر تتكلم على دولة عندها غرور وعندها دعم لا متناهي ودعم لا محدود مع أمريكا وأوروبا وناس بيخلوا الكدب هو أساس حياتهم وناس بيستخدموا كل حاجة عشان كده تحية لأبطال النصر الرئيس الراحل الشهيد أنر السادات المشير والمشير أحمد إسماعيل وكل قادة أكتوبر لصورهم بن الشرف نما معنا الفريق سعد الدين الشهد اللي رحمة الله عليه اللي مات ويوم وفاته السرد كرمته في مصر هنا اللواء محمد عبدالغاني الجامسي رئيس هيئة العمليات اللي شرفت بمقابلته وكل القادة العظام الرئيس الراحل محمد حسن بارك بنقدم تحية الروح وده أول احتفال بعياد أكتوبر وهو مش موجود معنا تحية لأبطال مصر اللواء بحري فواد ذكري تشوفوا الصور دي ناس أسميهم كلها تكتب بحروف من دهب بحروف من نوع اللواء كمال حسن علي اللي بعد كده بقى وزير الدفاع بقى وزير خارجية اللواء محمد علي فاهمي كان الدفاع الجوي الناس العظيمة دي الناس دي وكل الصور لواء جمال محمود علي وباقي تصور أنا بتكلم معاكو هنا من قلبي لأنه مفروض أنه فيه سلام وعميد محمود عبد الله مبارح واحد من من إخواننا البعدة طالع بيقلل من النصر عميد مهندس أحمد حمدي دول القادة العظام دول ناس دول لواء فؤاد عزيز غالي دول الدوم درس دول الدوم درس بجد استخدمنا العلم استخدمنا الإيمان استخدمنا كل حاجة كويسة لواء نوال سعيد الشافعي بقدم لواء محمد فؤاد نصار كل القادة دول بقدم لهم كل الشكر لكن أبدأ معاكو تحليلي الشخصي كنا عايشين صوت واحد صوت الدين الحق واللي أظهر صح والجامع صح المنبر صح القناة اللي كانت معادية لمصر كانت بينة هتلاقي بقى ايه مش عارف بتوع بريطانيا هتلاقي كذا بس مفيش كدب زي دلوقتي هتلاقي شيخ لازهر طلع قبل الحرب خلي بالك الحرب بيوم السابق بقدم لكم ده للتاريخ ده لكل واحد يعرف البلد كانت عايشة ازاي مشكلة نكسة هزيمة قبلناها ازاي صوت الحق الدين الصح مش الدين المزيع الدين الحقيقي لما يطلع رجل دين بقامة وقيمة الشيخ عبد الحليم محمود يقدم البشرة لابناء مصر والعرب خلي بالكو كانت مصر وسوريا في حرب في ساعة واحدة ووقت واحد واللي اتنين قالوا نهاجم العدو الواحد الجيش الاول موجود في سوريا هنا الجيش التاني التالت في مصر نشوف رحمة الله عليه الشيخ عبد الحليم محمود قدم البشرة مش كده احنا بنقول الناس طيبين دول الناس الصالحين المصلحين في فرق بين الصالح والمصلح مش اي حد يطلع المنبر مش اي حد يستخدم الدين عشان السياسة شوف الراجل قدم البشرة مستخدم الرؤية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية الحق بشر المسلمين بشر العرب بشر المصريين وقال ايه تعالوا معنا ايها الاخوة المؤمنون ولا قد رأى احد الصالحين ولا اشك في رؤيته لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى المعركة مع بعض علماء الاسلام وكان مع هذا الرجل الصالح كان معه أحد الأصدقاء في الرؤية ويقول له صديقه أعلنها للملك بلغها للسيد الرئيس وأعلنها لكل المسلمين أيها اللقة المؤمنون وأمر من الأمور الذي نعلنه من على منبر الأزهر ونعلنه باسم علماء الإسلام عامة هذا الأمر هو أن الحرب الحالية إنما هي فرض على جميع أقطار الإسلام على كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى كل دولة وعلى كل جماعة وعلى كل قطر وأنه إذا قصرت دولة من الدول بهذه الحرب فقد خرجت على الله ورسوله خرجت على تعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن إذن ندعو باسم الأزهر وباسم علماء الإسلام كل هذه الدول الدول الإسلامية الدول العربية أن تبدل أقصى ما تستطيع تبدل أقصى ما تستطيع شفت وسمعت شيخ لازهر رحمة الله عليه قال إنه أحد الصالحين شاف بشرة للرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر المصريين وبيقولوا بلغها للرئيس ستنتصروا إيه البلد اللي فيها كرامة دي هنا البلد اللي تجلى فيها ربنا هنا لما تشوف ستنا مريم وهربت مع سيدنا عيسى جات هنا وهمية رحلة ومصار العائلة المقدسة هنا بتشوف شيخ لازهر طالع أصنع الحرب على المنبر بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جيه في رؤية لأحد الصالحين بشرة لمصر كلها بالنصر إيه البلد الحلوة دي سمعتوها لسماعلكوا تاني تعرفوا اللي إحنا عندنا فيه بركة تعرفوا اللي إحنا عندنا سر بس محتاج إخلاص محتاج ناس صادقة ناس صالحة مش ناس مزيفة مش عشان الكرسي مش عشان السياسة وده اللي إحنا عنينا منه استخدام الدين عشان يقولك كذا وكذا وقنوات بره كاذبة بتهد في شعب مصر ونصدقهم لا أنا عاوز أسمع الحتة اللي قال فيها بشرة الرسول بحرب 73 نسمعها تاني وأنا معاكم عشان تعرفوا البشرة بتيجي إزاي تعرفوا الصدق بيعمل إيه تعرفوا العلم بيعمل إيه تعرفوا البلد لما تتوحد العرب لما يتوحدوا بيعملوا إيه نسمعها تاني أيها الإخوة المؤمنون مع بعض مع بعض علماء الإسلام أنا جسم بيأشعر وأنا بسمع الكلام ده لما تشوف راجل صادق زي شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود على منبر الأزهر بيقول إنه أحد الصالحين ولا يشك فيه خلي بالكم الناس دول صادقين الناس دول أصحاب كلمة الناس دول أولياء الله اللي موجودين هنا عشان كده كلمتنا دايما تقول للناس الطيبة خلي بالكم من الطيبين خلي بالكم من الغلابة خلي بالكم من أهل مصر اللي قال البيت جوم هنا إيه البركة إيه الجمال اللي موجود في مصر إيه الجمال اللي موجود مع النصر عشان كده هسيب حرب اكتوبر بعد 47 سنة واشوف بعض الحاجات اول حاجة لما تعرف ان هم بالخريطة قالوا هيقطعوا المية على مصر النيل ده هنشف جلنا اكبر فيضان من 100 سنة بش دي بركة من عند ربنا بش دي رسالة اللي احنا نتحد حتى الاعداء يكسفوا على دمهم حتى اللي بتكلم على تركيا عملت ايه في حرب 73 في الحرب دي ايران ايام الشاهن شاك كانت البترول رايح على اوروبا جابته على مصر عشان كده خلصوا عليه فبقلوكم المية في الارض المباركة ربنا نصرنا السنة دي وينصرنا الحاجة التانية جمعت جون هوبكنز العالمية بتستغرب ازاي مصر نجحت وادرت تواجه كورونا الارقام اللي هنا بتاعت كورونا غير عادية شوفوا اللقاء ده فوكس نيوز شوفوا بيكلموا ايه على مصر شوفوا بيكلموا على ايه بيتكلموا على ان البلد دي ازاي الارقام دي موجودة ومستشار رئيس الدكتور عوض تاجدين قال اللي خدوا ترامب قريب من البرنامج بتاع مصر الحاجة التالتة صورة من عدة ايام سائح اوكراني نازل في الغردقة عمل ايه عشان تعرفوا قيمة مصر يا اهل مصر ياللي بتحب مصر ياللي بتعدي مصر الراجل ده اوكراني اول ما نزل عمل ايه بص الراجل ده عمل ايه ده سجد وبس الارض الراجل ده محدش قاله ايه اعمل كده الراجل ده نزل وبس الارض اللي خلاه يحب الارض دي اعرفوا قيمة مصر وارض مصر نقولها تاني ولا بلاش الراجل نزل وسجد الراجل ده بيحب البلد دي زيه زي ملايين الراجل ده زيه زي ملايين اللي عايشين هنا عشان كده أنا بزعل لما لاقي بعض الزيف وبعض الناس تخش تاكل فيه وعشان كده انبسط لما الدولة تنتبه لبعض الهنات لما الدولة تستوعب وتشوف النص الطيبين وتشوف الراجل الأجنبي ده ده نزلوا سجد هنا طب الصالحين يعملوا ايه طب الناس الطيبين يعملوا ايه ونرجع تاني للناس في الحرب دي فنان قدير زي صلاح منصور عمل ايه بعد ما ابنه استشهد نزل ووزع شربات في الشارع الراجل الطيب الجميل ده ده واحد من الالاف من الملايين من ابناء مصر ده واحد من مئة الف واحد اصيبوا اللي ابناءهم ماتوا استشهدوا يا اهل فلسطيني اعرفوا مصر عملت ايه ده ابنه استشهد نزل ووزع الحلويات واتبرع بالمكافئة وعمل كل حاجة لتسليح الجيش المصري ورد على الاخ بتاع اسرائيل اللي نزل مبارح اللي بيولوا الرايح مش عارف فين شوف السادات لما لبسكوا كالصور حط الصورة دي في عينيك اعرف المصريين عاملين ازاي واعرف اللي ماتوا عندنا هم القصرة هم القصرة هم شوفهم كانوا عاملين ازاي شوف ابهاتك واجدادك شوف جلده مقير لما عياطت ما جيتش عند القاهرة زي ما انت بتقول استقالت وبكت شايف الصورة ولا نورها لك تاني الصورة الحلوة دي بقدمها عشان محدش يتكلم ويعمل زيف بعد سبعة وربعين سنة قالها بعد قنوات تشكك في هذه الحرب تشكك في انتصار مصر ده اسرائيل ما قالتش كده وحتى الاخ بتاع اسرائيل طلع بتتكلم شوف صوت القصرة هنزلها لك تاني وتالك تشوفوا صور جميلة لشعب مصر والنهاردة اكلمكم ونكلم بعد اصدخائي قدل قصرة هم دول اللي انت بتتكلم عليهم ده القط اللي حضرتك تقصده عشان تعرف قصود مصر افكرك بخطاب السادات لما جالك هناك جوة كنسة قال ايه افكرك لما عملنا السلام كنا بنتكلم بقوة عاملين ازاي افكرك بالمعونة بتاعت امريكا ما كانتش معونة انت بتقولوها غلط معونة في معاهدة السلام في كامبي ديفيد دولة امريكا دخلت مع اسرائيل كان اسرائيل انتهت وراحت فامريكا دفعت التعويد سعد في كامبي ديفيد دي مش معونة ابدا ده تعويد عن تدخل امريكي واسلاح امريكي في قتل المصريين والعرب انا بتكلم على واحدة الصف كل العرب اللي حربوا معانا من الجزائر من السودان من ليبيا من الكويت وكل العرب كل العرب اللي راحوا ده راحت بعد كده الهراء لغاية سوريا العرب اللي راحوا كان صف واحد في الحرب دي وهم بعد ثلاثة سورعين خلصوا على الصف ما عدت فيه صف عربي وانا بكلمكم تشوف صور حلوة قبل ما نعمل انفراضنا اللي بنقدمه كل سنة الصور الجميلة اللي هتشوفوها دي ذكرى البلد اللي كانت حلوة ومن كم ازواء قدمتلكم الناس في المجهود الحربي دخلوا حطوا الدهب الناس كلها كانت صف واحد كانت ايد واحدة دي الصور الجميلة اللي بنقدمها صور العلم مع الامان صور واحدة الصف صور العلم المصري وهو بترفع وبيقول الله هو اكبر حرب اكتوبر بعد 47 سنة دي تخليك تواجه كورونا وتبني بلدك دي تخليك بالعلم تشوف ابنائك هم علماء ده الدرس اللي انتهي انتش بتتكلم على ماتش كورا يا حبيبي ما قوعت زي في التاريخ لو زيفت التاريخ انصحك انصحك اللي انت شايفني دلوقتي يالي طلعتك دي بتنبارح تحتفل بايه افكرك بالبطل ده البطل ده اللي قاعدك وقاعد ناس كتيرة البطل ده اللي خلى جلده مقير اعتزلك اللي خلى دياني اعتزل اللي خلى مناحم بيجن جالو اكتقابل وغاية لما مات اللي حط كل زعماء اسرائيل كده وبتكلم في كنسة عملوا كده البطل ده هو شهيد الحرب والسلام نشوف كلمة مني ده اللي واجعكم عشان كده موتوك موتوك مش بسلح اسرائيلي موتوك بسلح الاسلام زي سيدنا عمر زي سيدنا علي زي سيدنا عثمان كل اماتهم بسلح الاسلام يعينا على الاسلام واحنا ضحية الاسلام وليه حق ماكرون يقولي الاسلام ليهم حق يعملوا فينا كده بس نفتكر البطل البطل قال لكم ايه تعالوا معنا التمويل جاي من بره بس بقيد مسلمين للأسف احنا فمحنا للأسف عاوزين عاوزين حد يفكر احنا منتكلم بعد اكتوبر كل اللي قلته ده خلي بالكم ما عندناش حل غير العلم ما عندناش حل غير وحدة الصف سيبك من الكذب سيبك من ادعاء الدين الكذب شفت الراجل الصادق اللي قال نبوءة ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم شوف دلوقتي بعض الكلام بيتقال عمل ازاي في المظاهرات وكلام الفارغ هلازم تبني نفسك صح مدارس صح علم صح ابنائك وقفين صامدين بالعلم اللي يهدنا اللي يغيرنا ولا يضحك عليك بماتش كورة ولا فيلم ولا حاجة إلا زي كانت حاجة تقوي ده انت فيلم الممر السنة اللي فاتت اللي عمل ومحصلش في كل ماتشاتك كورة فيلم واحد عمل انتصار كبير والاختيار عمل كده ومحتاجين كده وللأسف بعد 47 سنة مفيش فيلم واحد عن اكتوبر نقول عليه فيلم اعلاني ليه كده نتمنى نشوف ده في أظل الممر اتنين هيتكلم نفسه شوف إبراهيم الرفاعة هنشوفه وحاجات كتيرة بتأملها الشؤون المعنوية احنا في مرحلة جديدة من الوعي وأبناء مصر وهو حد يضحك عليك وزي الأخ بتاع انبارح اللي كتب رسالة اترد عليك جامد والرد عليك أبناء مصر لدوك العلقة في 6 ساعات ولعاوزينها تاني نعملها عشان كده جيش مصر مدايقهم جيش مصر مجننهم عشان كده في احتفال اكتوبر خد سيقتك خد علمك وقف صح وقف صح مع بلدك مع أبنائك كلنا مفيش حد يتعالى على حد مفيش موظف صغير ولا كبير يتعالى على المواطن عشان كده الدولة لما تعمل دعم لكبار السن تعظيم سلام الدولة لما تعمل دعم لأبناء غير القادرين في المدارس تعظيم سلام وهنقول وهتشفوه وعشان كده بعد 47 سنة لي أصدقاء هنكلمهم على التليفون أنا من 20 إلى 25 سنة أروح المستشفى المعادي شباب زي الفل 20 سنة 21 سنة 4 أو 5 طلعوا أول خبطة أول طلع الطيران اللي استوشي واللي جاله شلل دول أبطال من دهب دول أصحابي دول أسدتنا دول اللي مات منهم في المستشفى دول اللي قاعدوا في المستشفى المعادي احنا بنكمل معهم المشوار دول أعز ناس عندي نشوف رفع العلم دوت ونعمل مداخلة نعملها مع بطل فعز شبابه قاعد في المستشفى من حرب أكتوبا لغاية دلوقتي وكان انفراد لينا من سنوات وكل سنة أعمل لهم تعظيم سلام دي لحظة رفع العلم دول أبناء مصر دول أبناء مصر بفق العلم محمد فندي رحمة الله عليه وكل أبنائنا وكل أجدادنا تعظيم سلام ليهم دي الصورة الحلوة لصدقة وكل جندي مصري تعظيم سلام ليه كل زابط مصري تحية ليه وكل فرد عربي اشترك معانا قال كلمة حق في الحرب دي الصمر معانا ده وحدة الصف ده معركة البترول الملك فيصل والشيخ زي ده الدول كلها لما توحدت ويقول اللي احنا بنشوفه دي اللحظة الجميلة في تاريخنا أو حد يشواها النهاردة لحظة صد النهاردة دول الأبطال دول الأبطال بجد بنحيي الرياضة والفن وكل حاجة بس دول اللي بجد دول اللي كتبوا التاريخ ما حدش يقدر يزيفه اللي بعدت رسالة برية بتحتفل لا انت مش تحتفل انت تعاية عن اللي ماته شوف كم ألف اللي ماتوا عندنا انت استلمتهم ازاي وعدت تعاية عشان تاخدهم ازاي بيبعولك ازاي بالبجامات الكاستور بتوع المحلة لو مش فاكر افكرك تاني وتالت ما تتكلمش تاني فيها اللي انت شايفني شايفني نكلمك تاني هنعمل اتصال دلوقتي مع أحد أبطالنا نتكلم انا قابلت ناس كتيرة الطيب والغلبان والمسكين لكن مش زي الأبطال دول تخيل يا وطني يا مصري يا ابن بلدي لما يبقى عندك عشرين واحد وعشرين سنة تطلع اول طلعة تاني طلعة وتصاب ويجي لك شلل انت عندك عشرين سنة وتقعد سبعة واربعين سنة في المستشفى انت وزمائك ده صديقي ده ابن مصر ده البطل حسن عبد الحميد يا فندم ازاي حضرتك انا بص انتوا اغلى انتوا كنتوا اغلى ناس في حياتي والله يا طيب ما نزيش اول يوم اما جت جتلي في المعاد هنا من كلمة من اكتب من اربعين سنة وقعدنا مع بعض في الفرندة وانت كل مرة بترفع مناوكنا اتمدنا في كده بسنة زيادة في العمر والله انا يعني بص الكلمات راعت مني ده صديقي الغالي ده طيار عنده عشرين سنة طلع في طلع الطيران جاله شلل كامل الرئيس سادات امر انه تم هو وزمائل يقعد في المستشفى حتى اللحظة ده مقيم في المستشفى المعادي سيادة اللي هو حط صورة حط الفيديو ده البطل ابن مصر انا بقدم لك تحية وباكت ورد انا اعاوذ اعاوذ الحلقة دي تدرز لكل طالبة الجامعة وكل الحلقة بتاعتك دي ملخص لتاريخ مصر والله يعني نفسي الحلقة دي فعلا تلمتين ما حدش ما اعتقومش من مصري اللي من تاريخ الحرب ربنا يكرمك طريب يا ربنا يكرمك يا رب لا يا فندم انت انت حضرتك بتكتبوا قصص ولا ولا الاحلام يا جماعة مجموعة من ابناء قوات الجوية طلعوا طلعات جالهم شلل مقيمين في مستشفى المعادي اللي توفاها الله توفاه وكلهم يعني انا عاوذ سيدنا حضرتك نقول كل الاسماء لانه في ناس توفاها الله بقدم لهم كل تحية سيد محمد ريضا كان زميلي والحلقة اللي عملناها شلل رباعي كان مش شلل نصفي يعني انا واجد هنا شلل نصفي هو مضرعات دفعة اللي هو فنجري وانا دفاع جوي صاريخ هنقول الشهيد محمد ريضا طفال الله من كم سنة حضرتك من 15 سنة من 15 سنة حبيب رحمة الله يا الله كان احبك جدا 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 يا حبيب الغالي انا اروح مستشفى المعادي اقعد مع الابطال حس لنا انا كورونا كنت بنجلنا والله بس ظروف الوباكة في نفسنا ان شاء الله لو ربنا مجي في عمرك ونجلنا بإذن هاجل حضرتك والله وحشنا جدا 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 وحضرتك فيه برضو مع حضرتك البطل سيد وجدي متولي اه البطل سيد وجدي انا حاول اكلمه برضو الوقت ليه كل تحية صدنا يوم 17 في نفس اليوم حضرتك كنت ادفع جوي انا كنت من القواعد الصاريخ اللي كانت جنب السارة اليهودي اللي انت بتقول الجنب بجمال دول انا جالي وفق يهودي وكان قواعد القوات اليهودية العبرت الدبابات تمام صممت عشان عشان اتكلم كلمة معهم لازم يبوس رجلي وانا قاعد جالي ياري هنا مع عيس الوضع عيس الوضع عيس الوضع تمام ايام ايام حكم مبارك عشان اجي جاي ياخد الرفاء العظم بتاعهم ده بعد كم بعد كم يوم من الحرب حضرتك بعد كم يوم من بدء الحرب جوم سنة 1995 شوف شو 25 22 سنة من الحرب جاي جاي بحايل علي اقول لي فين التايارين اللي ده فانتون فين اللي انت وقعتهم في الحرب فاخد ذلك اللي رحيت على الجالة بتاع اللي كانوا اللي وقعوهم فاتبالي يعني لان احنا في قواعد الطريق بنبقوا تحت الارض عشرة متر والله طريق اكثر من كم سنين تحت الارض في دوشن محطنة ما بنشوفش عشان وكل كذبين كده هو ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى حرك انت اصبت في في يوم كان في المعركة يوم سبعة اعتاشة واكتوبة واستعاش الصفر يعني احراك مصاب بقالك سبعة واربعين سنة مقيم في مستشفى المعادي قصة غير عادية قصة عالمية انفراد مستمر كل سنة اقدم بوكيوارد باقة وارد من شخصي كراجل مصري محبي للأسدزة للأباء ده البطل ده ربنا يخليك لي لكل المصريين يا فاندم انا اقبل ايدك ورأسك وريد لك والله انت وكل ابطالنا انت تاج على رؤوسنا والله اعظم لخاء عملتوا في حيات كل زمالي والله اللي عايشين كلهم ومعدادهم محدودة جدا جدا اللي على قيد الحياة يعني انهم كلهم بشكرك وبقولك الف شكر على قديمك لنا كده وقتا وتفتكرنا بداية والله انا بشكرك وتحية عاوزك خليك معايا تحية لروح الراحل انور السادات ربنا كان سيد سيدك كلمتني اول امدارة قبل الحلقة اللي عملتها وشكرتني والله لحد هذه اللحظة بتتصل بي اسبعيا والله ربنا يا كريمة سيد جانس ربنا يا بارك في حضرتك انت اخ كبير لنا انا بدعو كل شباب مصر يا جماعة يا ابطال مصر يا ابناء مصر هذا البطل اصيب يوم 17 اكتوبر والرئيس الراحل انور السادات اصدر قرار جمهوري بصفة قائد الاعلى لقوات المسلحة بحجز ابطال اكتوبر الذين اصيبوا بشلل كامل اقامة كاملة في مستشفى المعادي منهم هذا البطل ابن مصر اللواء حسن عبد الحميد بقدم له كنت ربنا يا كريمة ايك من مصر كلها وان شاء الله مصر محفوعة بإذة مشاكين جدا اشكر حضرتك انا مش عاوز اخلص اللقاء من حبي من قلبي بكلمك انفردنا لكل العالم بطل مقيم في المستشفى 47 سنة كل دقيقة بيقول يا رب ويقول يا مصر وكلمته وقابلته في ايام يناير يقول انا خايف على مصر وقابلته بعدها يقول لي خايف على مصر هو الوقت متطمن على مصر سيادة اللواء حسن عبد الحميد شكرا لك جزء من لقاء سوط وصورة عملته من سنتين ثلاثة محتاجين بقات من دهب نقدمها لدول ده انفردنا يا اللي بتتكلم على الابطال انت يا مزيف وانت اللي قاعد برة بتتكلم دول الابطال ده ما خدش ملايين ده ما خدش دولار ده فقط كل حياته مقيم في المستشفى 47 سنة قانع لانه ابن مصر بيحب الوطن الله على ابناء الوطن تحية ليهم نشوف ابن مصر تحية مصر تحية مصر حلو النادي صرم جادي الحر النادي صرم عمل ايه وحشتيني 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 الورد بس ده اجمل هدية وبينا اكريمك كده انا اعاوز اقول لك كل سنة طيب اعاوز اقول يمكن من سنوات ككلام من ذهب انا اعاوز اقول السنة مش عاوز امكان 20 سنة لا مش ساعد شانو 20 سنة من خمس سنين من خمس سنين انا كنت مسق قعد الصاريخ من قاس ما اسمها سرابل في اسماعلي جمع الدفل صور فانا كنت مسق قعد الصاريخ ويوم 16 اللي هو مصر كان عمرك كم سنة بقى ساعدت 26 سنة 26 سنة مواليد 25 عشر سبعة انا حضرت 56 وانا تفلي وحضرات سبعة ستين كان ضلمة ضلمة فعلا سبعة ستين تخيل سمس يعني مش ممكن شفته سبعة ستين وكانت يعني البلد تلتة سبعين يعني ما سنقول يا ربع يعني بعديها بقيتش بقيتش مسدق اللي احنا كان في يوم ريام البلد شكل السويس وشكل الاسبعجية تنهيار وحاجات انا عاديين سبعة ستين ما كناش مش عارفين ناكن والله في ايام كنا على جابل الكالس بندور على نسموه جلايا لهم متعيش الناس معنا ده الصبر مش عفليه ولك بندوره وعلا انا كنت بقف عالطريق عشان اروح عشان اللي اعربية تنزيل من جابل الختان وكنت بقف تلتة اربعة ستات في الشمس عشان لسه ازور 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 اهلي وارجع تاني تحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر ايه الناس الحلوة الجميلة دي خلي بالك الواحد لما تخش في القصة دي تنسى مشاكلك ايه انت هتيجي ايه جنب الناس قدمتوا قدم كل حياته ده جسده اللي موجود في مصرش المعادي لكن روحه هي حرة طليقة في ارجاء الوطن دول الابطال اللي هو حسن عبد الحميد خشوا على الفيسبوك يا شباب مصر حيوه قلوا كلمة شكر بقت ورد دول اللي يكونوا في الصدارة دول قصص تنفع تبقى افلام سينما ده لو كتب القصة محدش تدقها واحد 47 سنة في المستشفى اه ومعاه اللي هو البطل سيد ورد حكايات بقدم له كل تحية كرمعان محمد رضا الله يرحمه حبيبي رحمة الله عليه ناس جميلة وتحية لقوات مسلحة مش سايبة أولادها ده مقيم في الغرفة بتاعت وقامة كاملة ويحس بوطنه ده البطل اللي تقدمه كل سنة مش حكايات مزيفة ولا مش عارف ترين دي ايه والحاجات القرف اللي بتشوفوها ده أبطال بجد ده أفلام بجد ده فيلم ينفع يهز العالم انت قاعد في الغرفة 47 سنة بتقول ايه يالي انت بتشكك في الحكايات اجيب لك الكسطور ولا جيب لك الراجل ده اللي جوله بعد 20 سنة يقولوله فين الناس ماتت دور عليهم ولا بلاش خدملكم بسرعة بطل تاني هقوله ازاي كل سنة وانت طيب بطل قصته غير عادية في حرب للسنزاف ربنا يديله الصحة رجليه اللي اتنين راحوا وده الشمال راحت واعنيه راحت ويحارب ويقابل الراحة الجمال عبد الناصر ويحارب تاني ده بجد ده السيد عبد جواد ده حكاية بجد او الله بجد ده صديقي ده صديق عمري ده اللي شفته وكرمته في الشيخ زايد من كم شهر ده اللي شفته وتشرف فيه ده اللي اقوله كل سنة وانت طيب دي حكايات ده بيروح المدارس السنوي راجل أطراف صنعية وإيد واحدة وعين واحدة ويحارب يحارب تاني وتالك وفين خلف خطوط العدو ايه الأبطال دول دي الحكايات مش عاوز حد يبقى يشغلني يقولي الترين ومين عمل ايه واختصب ايه ايه الحكايات دي دي روح اكتوبر حقيقية البطل الكبير عم عبد جواد زي حضرتك بقدمك بحروف من دهب كل سنة وانت طيب وانت بقى يعني مر كم سنة على أصابتك تسعة واربعين سنة مش كده لا بالظبط كده واحد وخمسين سنة ربنا يديك طلط العمر والشباب والحيوية وتروح في تجمعات وتبهر النازل ما بتبهرنا نزيل صور البطل يا جماعة واحنا بنتكلم معاه اه قل لي كده احساسك بعد واحد وخمسين سنة من اصابتك الكاملة بعد اللي حصل لك واحنا في سنة عشرين عشرين كلمتك يا احد ابطال حرب للسنزاف احلى ايام عمري ساعة من ظرف الصاروخ احلى ايام عمري واحلى رحظة في عمري ساعة الترصي ما تغربني بالصاروخ كان املي في الله انا اكون شهيد فلما تغربني بالصاروخ رأيت الرجلية اتنين مبتورين وزراعي وعلي اليمينة انطفت فيعني حمدت الله اني جت على شهادة على عرض المقدسة سنة العبيبة نعيد بس الاسابات اللي عند حضرتك فقط رجليك الاتنين اه بطل الساق الشمال وبطل الساق اليمين وبطل الساق الايمن وبطل الساق الايمن وبطل الساق اللي عند اليومنا وجار حمده الظهر والرئيس عبد الناصر جي زارك وطلبت منه انك تكمل الحرب ده هو جي زارني كمان ومعرفنيش اللي كنت محره بالولعة على فكرة الصاروخ حرقني بالولعة فطبعا جاي هو صابع يوم يزورني فقالوا له فل من العمية تمت بنجاح رجالة الصحة تم نفوز عملية بنجاح بس الواحد جاي منهم ما عادش ينفع خالص مش شلطة خالص ما عادش في جسمه جريده عين واحدة فجاي سبع يوم انا نايم على الشديد من شاشة حمد العسكري مش لابش حاجة خالص جسمي كل شاشة وطم ورقد على وشي ظهر مستحر الطول وجنبي الجندي نسيم بطرس بيخدم علي فباسك قطمة بلما عند هيني فيه اثر ودم كده وبتاع قولوا ينسيم سبني انا تعبان قال لي ازراب هم مجالك فلقدت وقتها نقاط الصح وقتها المرخوم الزلاسيات اللي هو ساعدي الشازي فجأة ملتوش هو لقائد الزهيم مرسع بناطر فو دماغي ومعه زيد الحربية اللي محمد طوزي الله يرحمهم ده في سنة 69 سبعين اي فان من 69 بالظاف الاصابة كانت في في اين منطقة كنت في كابريت ولا فين حضر لا 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 احنا هنا في القطاع الشمالي من الامطرة بورسعيد شرق تينا بحوالي 35 كيلو هو سينا تمام صحيتك عاملة ايه للوقت يا بطل ابطال الحمد لله والشكر الله الحمد لله الحمد لله هل حضرك لسه بتروح برضو محضرات وحاجات لشبابنا ولا عشان كورونا انا يعني ما عنديش كورونا لانا متحفظ جدا لابس الكمامة ولابس الجوانتي ومعها الادوات المطاهرة واودي واجبي في اي مكان وانا كلهم في محافظة وانا انبارح عاملت اربع لقاءات كي انه اربع عامل ثلاثة وجاء عليها يوم اكتوبر اللي قابل لفات واحد في اكتوبر عاملت اربع لقاءات في ثلاث محافظات خلي بالكوا خلي بالكوا بالتنصيق مع القوات المسلحة عام عبدالجواد اسمه المشهور به الشهيد الحي بيعمل محاضرات للشباب وتجمعات والنوادي بيروح هناك اديهم يعني ايه روح معنوية يعني ايه بطل بجد يعني ايه واحد واخد وسام واخد وسام بانه فيه بعض اجزاء جسمه دفنت وهو حي ده الشهيد الحي ده البطل الحي دول ابناء مصر دي اللي بنقدم صورته بيتكون ملء الاعين دول ابطال بجد دول ابطال من دهب ده اللي انا بتشرف فيه اللي بقابل ناس كتير جدا لكن لان انسى كل ابطال اكتوبر بقدم لهم كل تحية عام عبدالجواد واحنا في عشرين عشرين تقول لابناء مصر ايه كلمة من خلال البرنامج هو ده اقول لهم خلي بالكوا دلوقتي هم العدو بتاعنا الخارجي والداخلي ما يدروش عينه بالمدفع خلاص فلسوا منحة المدفع بحربونا دلوقتي بالاشعات والاكذيب والفتن فبقول لكل واحد مصري خلي بالك احنا دفعنا التمن غير جدا ارواح ودماء وعرع عشان نحن صلاب الوطن دلوقتي بحربونا بالتريفول شهدتك اللي فييدك 90% اللي فييدك ده شطان جسوس إبليس فييدك خلي بالك مدربان ده مش كل كلمة مكتوبة عيسة ده خلي بالكوا دلوقتي بحربونا بالاشعات والفتن والدمر الدول الفتن والاشعات دمر الدول راحت فلسطين بالاشعات والعراب بالاشعات والفلسوريا والليبيا والسودان واليامل فبقول للشباب وأولادي وأحفادي خلي بالكوا أبهاتكوا ده دفعنا التمن غير جدا ونعلي 74 سنة مصب نسل لتعاجد كل مرنية أنا جاهز الآن قسر العظيم أنا أستشل الآن دفاع المصر فادي اللحظة الله عليك يا عم عبجواد يا بطل يا ابن مصر الطيب الكريم عم عبجواد سويلم خشوا على الفيسبوك هتلاقوا الشهيد الحي عبجواد سويلم أرجو تكرموا أبطال أكتوبر أرجو من كل قرية من كل حي وإحنا بنتكلم على أبطال بجد أرجو من كل الناس وعنا داخلين على انتخابات مجلس نواب شوفوا الأبطال كرموهم صورهم تبقى في الميادين في الشوارع في المدارس دول أبطال مصر بجد دول هم اللي شرفونا دول أعادوا المجد للبلاد دول تاريخ لا ينسى ده رجعك تتكلم على السلام على أنك تبني وانت فاتح صدرك ده اللي فقد إيده ورجله فقد عينه عشان احنا دلوقت نصيف ونتحك نروح شمال سينة جنوب سينة دول دفعوا التمن واللي استشهد روحوا معانا بتقول خلي بالكم بلدكم عم عبجواد بشكرك وعاشتني جدا وكل سنة وانت طيب ايه الناس دي ايه الناس دي جزء من اللقاء عم عبجواد أنا قابلتهم أتشرف يعني شرف لي ده وسام دعلى وسام أخده لي أن أنا أشتغل في برامج الناس دي وقابلتهم ما قدرش أنساهم الناس دي لازم تشوفهم تبوس على دماغه وتبوس إيده مش كده تعالوا نشوفه موسيقى 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 عزم شهدين الأبطال البطولة الأيام الجميلة الأيام الزهبية في تاريخ مصر ما نقدرش ننساها ما نقدرش نسبها لازم نمسك فيها في أيام أو الساعات اللي نحس فيها في ظلمة في خيانة في ناس بتتكلم إزاي تهد الوطن نسيب ده ونفتكر أجدع ناس أحسن ناس منهم قصة الشهيد الحي قصة عجيبة قصة غريبة يدرسوها برا ولازم كلنا نعرفها جوا أهلا بيك أستار وكل سواء طيبين كل سواء طيب يا حبيب فين التحية العسكرية وفين أقدم نفسك كده كبطة الشهيد الحي فيه شهيد حي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم فيه شهيد حي يعني أنا مدت ربنا أحياني بأنه ضغط الشهادة فعلا في حرب للسنزاف سنة 69 أنا من رجال الصحقة وكان فيه عملية خلف الخطوط على بعد 35 كيلو العدو متفوق علينا في حرب للسنزاف مطوب تدمير هذه المنطقة الإدارية اللي هي كلها مجموعة مخازن اصدادني طيار لوحدي 119 طيار واحد جاني بقوله بقى الكوتو راجل نزللي هو مش سمعني ترسلع جدا بعمل له نزلني كده فهو فهم الإشارة طب هنواجل عسكري برضو فهم الإشارة أني بساه الزابيه راح ضربني بصاروخ ضربني بصاروخ ليكرمني الموارس سبحانه وتعالى فاعزه أغلى مكان سيناء الحبيبة بخمس أوسمة وناشين بداية 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 أهل العروب بماني أمي يا ستاري داخل المشاشفة وأنا أصغر أبنائها ورح لها القبر مبطور السقين ودعو عين داخل المشاشفة حلم العسكري في القاهرة هنا داخل عاملة على البال المشاشفة زفة بالزغرة ابني البطل فين ابني البطل فين تل هنتي اللي بطل والله سعيد أنك بتروح للجماعات والمدارس بنقدم هذه البطولة محتاجين أكتر محتاجينه في أفلام تسجيلية محتاجينه بدل القصص الهم اللي بنسمعها ونشوفها دي البطولة اللي بجد يا حبيت يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان عاوز أتكلم ساعات وساعات في الأبطال عاوز أتكلم على الحكايات عاوز أتكلم على الأبطال بجد عاوز أتكلم على إزاي وصل بينا الحال نشوف فزاقات ونشوف حاجات ومش عاوز ترند إيه والتيك توك عليه إيه وقصص إيه واختصابات إيه فين زمن الملائكة والبطولات فين الزمن الحلو ده فين ده مش كده أرجع في بداية الحوار لما سمعنا كلمة الشيخ الفاضل الراحل من أولياء الله الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ لازهر لما بلغوا أحد الصالحين الرؤية بتاعت الرسول بشرة بالنصر عوزينها عوزينها تبعوا معنا في كل خطوة عاش كده رعوا الطيبين والغلابة عاش كده دعموا التعليم في الحلقة اللي فاتت اتكلمت على دعم التعليم اتكلمت لازم نعمل مبادرة ندعم ازاي المدارس ازاي يا جماعة نقول مصاريف ايه والمدرسة دي وفي ناس محتاجة محدش يقضي تجر بيها محدش يعمل بيها مش عارف ايه اجيب لكم جزء من الحلقة اللي فاتت انا قلت ايه جاهز معنا يا جماعة طيب لو عندكم الأخبار بتاع التعليم عندنا جزء جاهز انا لما بتكلم على التعليم عارف لما بتكلم على الناس الصادقين عارف لما بتكلم على الصلاحين عارف عاش كده بحي الدولة الف شكر كل الأخبار الإيجابية ان وزارة التعليم عملت في مجموعة أخبار هتدعم مليون هتدعم اتنين مليون عشرة مليون طالب اعفاقهم مصرفات التفاصيل خشوا زي ما حضرتك بتقول المصاريف مش عارف غالية لو مش عارف ايه ده موضوع مهم وعش كده انا سعيد اللي احنا بنقول الكلمة الكلمة لان الكلمة نور شوف انا قلت ايه في الحلقة اللي فاتت واكمل معكم بخلي كل مرشع يشوف له مية طالب والكلام يبقى مع المدرسة او الوحدة التضامن الاجتماعي مش عاوزين اتصال مباشر ولا حد ينزل اكتشوف تنزل عن نتة ارجوكم بلاش احراج ولا تدايق اولادنا من بدرتنا النهاردة اللي منطلقها مع التصالح للاكثر فقرا برضو اتطلب اولادنا في كل حي في كل شارع هارك يا مرشح اللي هتصرف فلوس اصرفها صحة واحنا معاك ارجوكم ده كلام مهم ارجوكم ده كلام في يعني ده في المقدمة ده كلام في الاهمية لازم يطلع وكل واحد يشوف شغله التضامن الاجتماعي المدريات يبقى لها دور كبير للفترة اللي جاية كلم الوحدات في الاحياء في القرى قول لبعات لي حالات الطلبة بعات لي حالات التصالح حتى لو مية الف مشروع تحية مصر والسندوق الكبير قادر انه يقف مع شعب مصر العظيم هنا القرار وهنا تنفيذه وهنا الصغرات وهنا اللي حالات ده اللي قلت الحلقة اللي فاتت وانواصل في بلدي انا بقول تحية مصر بقولها من قلبي وعارف وعارف المسؤولين بيفكروا ازاي بيشتغلوا ازاي عشان كده كنت سعيد لما زيقنا الحلقة اللي فاتت يوم اللي اربع وقلت المبادرة دي وقلت زي نعملها ولقيت يوم السبت ويوم الحد الاخبار الحلوة طلعة وزير التعليم ودعم مليون اتنين مليون اعفاء عشر مليون وليه الخبر ده ما انتشرش ليه كل ما تكلمش عليها ليه اللي قالوا المصاريف تلتمية كتير ليه ما تكلموش على دول وانت يا وليه الامر خش على الصفحة ابنك يخش يشوف نزلولنا الخبر اللي نزل الاخبار دي بتختفي ليه ما تدرزوها وقدموها تحية المصر وتحية مصر لما شوف الخبر ده دعم التعليم دعم غير القادرين اهو اعفاء عشر مليون طالب من المصرفات المدرسية وتحية مصر واخبار كتيرة ما ده دورنا اللي احنا نقول الكلمة وتتعمل ازاي والاعفاء ازاي اهو ودي مفاجآت وحاجات اخبار كتير ايجابية وزيرة التضامن نفس الحكاية واع المرشعين المرشع محمد ابو العنين تكفل بكم طالب في المنطقة بتاعت واللي قلته وبنقوله يا جماعة انساعد بعض هو ليه احنا منقفش مع بعض صح ادي وزيرة التضامن اهو خبر تاني مئة الف شنطة مدرسية مجانا للطلاب الفين لاب توب اخبار كتير ايجابية ده اللي احنا عايزينه ودعمه التعليم دعمه ولادنا عايزين نعمل نواجه الحرب النفسية انت ليه حضرتك متضايق ومكتئب هو الخبر ده حقيقي ولا لا ما تتأكد منه عندك مشكلة روح اشتكي روح اقدم واحنا معاك يا دي حاجات قوانطة دي حاجات بجد ولما وزير النقل قال اعفاء فوق السبعين منك تركب المتر او القطر وفوق الستين خمسين في المية كلها اخبار ايجابية دي تبنيك تقويك احنا عايزين الفترة اللي جاية نحنن على بعض نحضن بعض نستوعب بعض وزميلنا في الاعلام احنا هنا بنتكلم عالجريمة بس بقدر ارجوكم ارجوكم نبني بعض ابن المدارس الراجل اللي داخل مش عارف هيعمل ايه ما احنا بنقول له اهو التضامن واقفة معاك التعليم واقف معاك احراك شوف ازاي شوف التفاصيل واحنا معاك انا بحيي بلدي وحيي كل واحد يساعد ويعمل ما انا قلتلكم اهو ده خبر تاني اهو الخبر ده بتاع ايه ده المرشح محمد ابو العنين تبرع برقم في منطقة الجيزة والعجوزة احنا عاوزين كل مرشحين يعملوا كده احنا زي ما قلنا زي من شهر طالبته الحمد لله مستقبل وطن استجاب عاوزين نخش برضه مع الدولة على المدارس ارجوكم دعموا مصر ارجوكم نستوعب مصر خبر اخير بقدمه في الفقرة انه الاول مرة بيتم السداد والمديونات بتاعت مصر بتقل خبر شفته من الاخبار الايجابية اللي موجودة عندنا الفقرة الاولى نفسي ما تخلص وانا وانا بتكلم على بلدي بتكلم انخفاض الدين الخارجي لأول مرة من اكتر من اربع سنوات خلي بالكو برامجنا وبرامجي هي مع الناس من قلب الناس بكلمكم وبتشوفوا واتكلمنا والحلقة اللي فاتت واللي قابليها اتكلمت على الكحول وقلنا ازاي ندعم الناس في المصالحات الحلقة اللي فاتت التعليم الحلقة دي بنقول كلنا نحتضن بعد وبنتكلم على الايام القادمة انت بتكلم في نهاية الشهر على المولد النبو الشريف عاوزين مصر تنور نوروها وبشروا الناس بالحب بشروهم بالسعادة بالامل بكرا يبقى احسن الجزء اللي جاي فيه حاجات حلوة انقش معاكم لو اي حاجة تبقوني البس المباشر على صفحتي طارع اللام تيفيه واخد بعض اقابلكو بعد الفاصل اشكركم واشكر كل اللي بيتابعني واللي بعتلي ناس كتيرة بتحب ده ناس كتيرة شايفة البلد من نورا تشايفها كده ولا لا ايها من نورا فاصل وكمل معكم رجعنا معكم مرة تانية والبس المباشر تشغال طارق علام تيفيه لو عندك مشكلة بعتلي على الخاص برقم التلفول وتواصل معاكم بشكر كل الاصدقاء حمدي يوسف تنرست بتابع هو وابو احمد شكرا بعتلي صور مشانا نزلها شكرا لحمدي وفي مشكلات كتيرة ارجوكم اللي حط رقم تلفون حطه على الخاص عشان في بعض الناس بيستغلوا ده غلط وسستار ربنا بارك فيك الاحداث والاخبار اللي فيها جريمة نخفها احنا منخفها هو بس لازم نقولها يعني انا طبعا ابقى سعيد جدا زي ما عشت في جزء الاولاني عادة بيبقى جزء الاولاني مثلا ربع ساعة تلتساعة لكن ابطال اكتوبر لو نبات الليلة كلها نقول لهم شكرا بشوا فيهم جزء من حقهم في بعض المعلومات في ناس مقدمة على عمر اللي سنفتحناش الباب هنشوف سستار جرح السنين متفاصلة معايا وبدون شغل ارجوكم المشاكل احطوها الخاص في تعليق على دعم ايران قبل حرب اكتوبة كانت اكبر في حرب اكتوبة من اوروبا هذا غير صحيح لا صحيح انه في كانت ايران في عهد الشاة كانت حليف مع امريكا ومع اوروبا ولكن في حرب تلاتة وسبعين كانت مودية بترول هناك ودته على مصر وقابليها طبعا الموقف اللي اللي لازم كلنا نشيد به الملك فيصل رحمة الله عليه والشيخ زايد ان هم قالوا البترول سلاح زيه زي مش اغلب من الدم العربي وخلوا اوروبا وامريكا يعيشوا ايام صعبة الصعبة فيها ايه اللي انت بتتكلم على واحدة الصف على حرب اكتصادية بقى احنا كلنا مع بعض ونرجو انه هذه الاحلام هذه الايام الحلوة الجميلة تتكرر ونشوف العرب من جمعين ونشوفهم ان شاء الله بكمل معاكم الحلقة اللي فاتت اتكلمت على شاب او طفل في بروسعيد توفى الله عشان بلعب اللعبة بتاعة بابش دي القرار التاني التاني جات له ازمة البيا الاولاني ده لكن التاني من الشرقية هنقدم صورته وجزء كده من القصة وكان اعتقد في اليوم السابع وبننبه كل ام وكل ابي يا جماعة المبايلات جننة الولاد يا جماعة فيه وقت للموضوع تاني البنت بنتنا في المحلة بعد وفاة والدها باربعين يوم توفت حزنا عليه ما هو الحياة حق والمضحق الامر دي رحمة الله عليها بنتنا في المحلة توفى الله لازم نقول للناس نفهمهم الحياة جماعة مش مستهلة كل ده البنت بتحب أبوها قوي أبوها توفى الله بالمحلة يا اسمائل الفتى رحمة الله عليها نقدمناها خالص العزاء لأسرتها طيب الخبر التالت قصة عشان بقى لتكلم مع التحرص شفنا احنا الأبطال بجد وعريكم بقى بنات رجالة بجد التحرص بشوف قصص كثيرة لكن البنت دي عجبتني بقدمها لكل بنت يا ريت بقى المطروح النادي ويا ريت مراكز شباب والنوادي أرجوكم يبقى في عندنا ألعاب بتاعت الدفاع عن نفس مش عشان ندرب بعض ولكن عشان الدفاع عن نفس شوف البنت بمئة راجل في الأسانسير رجبة الأسانسير واحد دمه خفيف زي الصورة دي أهو دمه خفيف أهو ادتله بالقلم أهو حاول يحط يده على ظهرها لساعته الأولنية بص التانية بقى كده حضراك اللي هتفكر تاك رح فيها أهو لا حاوله ولا قوة إلا بالله ده آخرت كله متحرش لو كل واحدة تعمل كده خلي بالكم أهو بصوا دمه خفيف أهو عتمدي إيدك أهو قطع إيدك أهو بص والله أنت باطلة والله نفس الشوف البطلات دول كان فيه سور في دوميات استختار برضو طفل ركب العربية ودهس ثلاثة العيب على الأب أرجوك يقول ليه الأمر السورة هادي ده كان داخل دي وقع أنا بقول للأباء وإحنا بنتكلم البرنامج ده فيه جزء اجتماعي البرنامج ده بنكلم فيه كل أسرة مصرية خلي بالكم أهو دخل في ثلاثة نزلوه إيه ده أهو دهس ثلاثة أشخاص أبوه راجل أعمال كلمة راجل أعمال دي كلمة مزيفة مع هوه يبقى أبوه ممكن أي مهنة يعني راجل أعمال دي حاجة جميلة يعني طيب نخش المداخلات بتاعتنا وفقراتنا وهي يعني يهمنا إن كل الناس يبع عندها نقوم نعنوع التفاعل عشان كده بعض الفقرات التفاعلية بنفتح الباب لها بعتولي على الخاص بالنسبة للموضوع التخسيس حلقة اللي فاتت الحاجة أم أسمعين كلمتني على الهوى ووزناها 170 كيلو بعد أن تعصرنا طبعا فوق الخمسين سنة بعض الشروط لا تمطبق أحاول عملها سيسناء أحاول ولقى بعض الناس كتبين إن الوزن 120 140 لا أرجوكم فوق 200 كيلو فوق 160 170 معنا قصة منية بس أفكركم بقصتين كانوا من اسكندرية 1-2-35 على ما أعتقد 1-2-25 القصة طبعا اللقاء الطويلة ناخد جزء من القصة الأولينية مروة كانت 235 على ما أعتقد هي في الوقت ما شاء الله عملت العملية وهتلاقوها كده يعني نشوف مروة وأنا معكم نكمل نكمل معاكم الفرحة الفرحة مش لازم تتمسك بالإيد تتحس بالجسم الجسم هو المشكلة نتكلم عسمنة المشكلة اللي نقول عليها مشكلة صعبة لأنه زي ما بقول العمليات بقت صعبة قوي وغالية ومحتاجة وبطالب أن وزارة صحة تساعد مروة مروة مسكندرية 260 كيلو لكسة مروة عملي الحمد لله باركية الحمد لله قدرتها فيه ولا تعبين لا تعبين فيش تنامي وليل المعاناة بتاعتك ما بقدرش أخذ نفسي أنا نايمة بقدرش أتحرك بقدرش أخذ مبيتش ولا جوزي معاناتك دي مستمرة بقى لكم سنة يعني انت جسمك كده يعني كده بقى لي حوالي سبع سنين أو ست سنين ست طيبش تجيب تلبات الخضار الحاجات دي ما قدرش في مصلات عمالك انت تعبت بهدلت بهدلت والناس وتقدرش تاخدنا طيب بقى مصلات عامة يعني مثلا قطر حاجات كده بنسمع طريق يا أيبا بنسمع كلام مش حلوية ما قبل ده مش مرض تجميلي ولكن ده مرض أساسي يتعالج ده دعوة لنا من البرنامج لو انتو تقدر تحكم في أكلك في شربك تقدر تمشي تقدر تجري أعمل ده حالات الصعبة لزي دي لازم بقى لها جراحة ولازم دعم الدولة هو ده نكمل معاكم مشوار الفرحة كلنا نفرح ونفرح بعض يا رب الفرحة تكون في كل بيت مصر أكمل معاكم بشرة لمروة هتشوفوها بعد عدة أسابيع إن شاء الله هي خسة 100 كيلو إن شاء الله قولوا يا رب ابعتولنا اللي عزين العمليات زي دي على طرق علام تي في على الخاص أرجوكم على الخاص برضو كما معنا رحمة مسكندرية رحمة دي كان قصتها عجيبة شوية تعرفش تحرك فأختها خلت معاها الابن يعني ابن أخت رحمة هو اللي بيخدمها وكانت حاليتها صعبة جدا يعني وبعد العملية أعتقد بعد أسبوعين ممكن تكون خسة 30 40 كيلو نشوف جزء من اللقاء أنا بقدم اللقاء دي ليه عشان أرجوكم اللي فوق 170 180 يبقى تلنا والقلم كده منزعلش مننا لإنه في عندنا قائمة طويلة وإن شاء الله في الأسبوع القادمة هنعمل 10 أو 12 عملية يبقى تولي عطار علام تي فيه على الخاص على الخاص ورقم التليفون نشوف رحمة مسكندرية وتحية ليها لأختها وابن أختها تعالوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وابن أختها وابن أختها فارحة أو من واحدة للتانية في فرحة كبيرة وفرحة صغيرة فرحتنا كبيرة قوي لأنها جامل اسكندرية وأهلا بيكي وأنا تعبتك معلش الله وداهي من مركزنا بحضرته باي سينك لبسك كمان ما اسمك ايه اسمي سيف سيف؟ عز السيف دي عرب لك ايه؟ ابن اختي بس عايش معي هو اللي يخلي بالويني توزني كم كيلو؟ أنا 277 تقريبا طبعا بالك دكتين تعيبتي من الوافة ولا يا؟ او طبعا طبعا الوافة بتتعيبني المشي بتتعيبني النوم بتتعيبني مش تنامي يا؟ طبعا كله كم سنة عليك؟ من ساعة من ثلاثة أنا أصلا مولودة طفلة خين تابع البلد؟ او طبعا طبعا في المأخيرة منك عاوزة تقولي؟ بلاش بالله عليك وتاكله كتير وكل واحد يخلي بالوين نفسه التقن ده مرض لعين جدا جدا البن قدم بيبعيش ميت والله العظيم ميت ان شاء الله توخير تعال عسي بحي رحمة وابن اختها اللي معاها البطل سيف دوت ورحمة ان شاء الله ثلاثة أسابيع هن نوريكوا الصورة هتبقى ميت كيلو ان شاء الله يا رب يا رب معنا بقى قصة من المينيا وكان بقيت لرسالة من شهر ونص شهرين انه ما بيروحش المدرسة عشان مشكلته مشكلته ايه؟ تعالوا نشوف موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد جلال من المينيا أنا عندي سبعتاشر سنة أنا ما بقدرش اكلها من البيت ورجلها تعبتني ونفسه بيضيقني أنا بعدت للأستاذ طارج علام لما لجيته بنزل حلاجات للسمنة المفرطة رحت ربعد طلعا الصفحة راح للأستاذ طارج رد علي وبعد كده استمر معي وصلت للأستاذ طارج أنا متين وعشرة كيلو ورجلها تعبتني ونفسه خس والناس بتترج عليها في الشارع موسيقى من القصة تبدأ انه لازم يروح للمدرسة مهما كان سنه ومهما كان وزنه ومهما كان كل الظروف بقى لك قديم رقش المدرسة انت يا محمد قدري ثلاث سنين ليه يا محمد يوازني بقى لزيك ستة عملي بقى سلامك يا سستورج زي حضرتك ايه ظروفه ايه ظروفه عنده السمنة المفرطة ومش يجادر يروح للمدرسة فكان بيعدي السنة بس ربنا كرموا بولاد الحلال اللي وقفوا معي وانا متعمد واقف معي وكويسة لا مش بيقدر يمشي يا سستورج ردلي وجعي ورطه انا عادك يبلك كرسي هو بيجف لكن في المشي في المشي ردلي بوجعي انا عاوز خس عشان نكمل دراسة وعيش حياتي يعني وازنك كم كيلو ده من التين وعشر التين وعشر ده كويس يعني مش كتير اه لو تكتبها كم كيلو بعد سمحتاشر سنة يا سيزة تورك هو سنة كام هو المفروض الوقت في تلتة سنوية لكن هو الوقت رايح والعديد وربنا يكرم له لأستاذ محمد ده بول عينين والاستاذ نجد زناتي والاستاذ باتر محمد هم اللي سعدوه في ان يرجع المدرسة وجنب البيت امتى بقى الكلام ده السنة اللي فات انا جبت فيديو ليه قال انا ما روحتش المدرسة مش قادرة مش الكلام ده من شارين مش كده ايه صح؟ اشكيه جبناك هنا ايه طب عمل تحليل ولا لسه لا لسه انا عمل لك تحليل ان شاء الله تحليل ولا نفسي يعمل العملية بإذن الله علشان يبقى زي اخواته بإذن الله السستورة انا بشكر الاستاذ اللي انت قلت عليهم وكل مسؤول في التعليم اوه هو تقطعه حبل الحلم انه محمد والي زيه يلازم تكمل تعليمه مهما كانت سنه انت كم سنة سبعتاشر؟ انا يتيم محمد ابوه متوسط دوله ثمان سنة وش سنة كم بقى السنة دي؟ انا والعديد طب كويس وتنجع كده وتتضب قبل الدراسة نخصيسك ان شاء الله نفسك تبقى كم كيلو؟ انا ستين نفسك تبقى كم؟ ستين كيلو ستين كيلو؟ نفسه من متين وعشة لستين فرق كام فرق مية وخمسين كيلو ده واحد تاني انا بشكر مصر خير من الحالات اللي اقول عليها لما صورنا محمد بعطلنا فيديو من حوالي شهرين كان قاعد وقال مش قادر اروح لامتحان مش قادر اروح للمدرسة هو في الشعر ده يعني يخس شوية يعني يعني مش قاعد تباطن بعشق دي انت انا بتغشي كتير تقول كاميرا كيف اليوم؟ انا بكر 11 12 رغيف؟ اي وازد بياي في اليوم الساستان وحالة محشي كل يوم ايو ايو تقطت بخيره كل يوم بياي واباعمل اكل والله ساعات انا بنشوف البطاعة بيدوا عليها كاميرا جيف في اليوم ده محمد ده لازم يبقى لسيسنا كاميرا جيفة تاخد بقى حق الناس معاك محمد ان شاء الله هنتشوفه يخس لانه لو ينفع بالعلاج الطبيعي اياريت او عملية ده اللي هنتشوفه في القامة القادمة تحياتي كله بالتعاون معانا مصر خير محمد هنتشوفه في قول اعدادي ولو حد قالك مش عارف ايه انت تدخين ولا بتاع اتنمر عليك سيبه ايه انفض ويمشي بيقولولو حاول تخس يا محمد انت تدخين يا محمد بيقولولو تنمر لما حد يترق عليه ايه حد يترق عليه تقولو احنا في رينامج هو ده نشكرك يا صص تارج وربنا يخليك لينا واللي محمد واللي زي محمد هو ده منكمل معاك ورحلتنا في تحيي الاحلام اللي ممكن عند البعض تبدو انها بسيطة لكن عند محمد هي حاجة كبيرة هنتشوفه بإذن الله وهو بيخس وعمل عملية وراح المدرسة ويبقى مية مية هو بقى تكسفنا السنة دي تنجح وتطلع الاول اه ميش تطلع الاول في الامتحان اذا ما زي اهو تخرج ميش شكرا انتحيات الميني احنا حاجة محمد انه عاوز يكمل التعليم عشان كده تحمسنا معاه ارجوكم لو حد عنده مشكلة في التعليم دي المبضرة بتاعتنا النهاردة لازم نكمل التعليم ونروح المدرسة ايا كانت المشكلة بعتلنا على الخاص واحنا نتواصل مع المسئولين ونقدمها محمد كانت مشكلته في موضوع السنة نحاول نعالجه ان شاء الله بالاضافة موضوع القيد معرفش حلها ولا لا ده نتابعوا في الحلقات القادمة وكمل معاكم في بعض الحاجات اللي كانت مكتوبة على الصفحة بس ارجوكم في حاجات كده على الخاص يعني بس عجبني في حد بيقول نحن قبار السن ياريت نقدم نداء لوزير الداخلية بمد مهلة الملصق الملصق الإلكتروني شهري كمان وحدات المرور زحمة ياريت يتم مد المهلة كمان شهر بتضم صوتنا لصوتكم ده واحد في ناس عاملة عشر عمره لسا فتحناش الباب لما نتأكد موضوع المخبز فيه ناس كانت اخذة موافقة مخبز وعملوا قرد وحصل مشكلة في الرخصة هنحاول نتواصل مع المسئولين تحية حب واعتزاز من أم وليد لأبطال اكتوبر شكرا لأم وليد لو سمحت باش ترى اسمي حاضر كانت مقدمة راحلت عمره عبدالله صبرة بيقول حلقة فعلا مميزة السستار شكرا لك الناس على فكرة متفاعلة مع أبطال اكتوبر والنمازج اللي احنا قدمناها فيه مئات فيه آلاف خلي بالكم الأبطال اللي على قيد الحياة كثيرون بس احنا زين وصلوهم في شرعك فيه واحد في مدنتك في القرية كرموهم حطوا صورهم صور الشهداء على مر السنين هتبقى حاجة حلوة فاصل سريع ونعيش مع فقرتنا الأخيرة مع برنامج هو ده رجعنا معاكو مرة تانية في اختم الحلقة النهاردة 7 اكتوبر بالأمس كلنا احتفلنا بالعيد العظيم ولزالت الأكاذيب موجودة أنا بس أعجب يعني عشان كذا نكون سعيد النهاردة ببعض اللقاءات ونتكلم على السلام سلام الأقوياء بتتكلم على ان كل الناس تاخد حقها ونشوف دولة فلسطين ونشوف حاجات حلوة ونشوف الحق الحق مزعلش حد أكمل معاكو كلامنا وقضيتنا التي لا تنتهي الإنسان المصري في كل زمان في كل مكان الإنسان المصري اللي محاط ببعض الحروب ومنها موضوع المخدرات عندنا مشكلات كثيرة بالأمس ونشوف حوالي 55 حالة تم مخاطبة صندوق مكافحة الإدمان 55 حالة والتواصل مع المسؤولين هناك بشكرهم صندوق مكافحة الإدمان ان شاء الله في خلال الأسابيع القادمة خلي بالكم 55 ده عدد كبير مش قليل العلاج مجانة لكن في بعض الفحصات بتتعمل وفي تأمين أرجوكم نتعاون عشان نفسي ما يبقاش فيه مضمن نفسي ما يبقاش فيه حد مريض أمنيتي اللي مكسور اللي مديون اللي كذا بسبب المخدرات اللي عينة انت مش لوحدك لو انت أب ولا زوج عندك ولاد بيتك أولى وبشكر وزارة التضامن من خلال صندوق مكافحة الإدمان وكمان الصحة مع قوات المسلحة المراكز الكبيرة التي لم نشهدها من قبل فيه مراكز كتيرة جدا تم افتاحها منها في مطروح مثلا وكنت بكلم مسؤولين وتم دعوتي أنا حاول أروح أحد هذه الأماكن رؤيا العين تشوفهم وتشوف شبابنا المستهدفين اللي بيعملوا حاجات وناس بتعمل حاجات أنا بسمع أنا مش عارف بقولها المرة التانية إزاي يجيب كشاف عربية كسروا والبضرة مش عارف يعمل إيه والشم إيه ده إيه ده ليه كده أكمل معاكم معانا تصل تليفوني إحدى الحالات زوج شقيق الحالة شقيقة الحالة زوج شقيقة الحالة أهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام أنا بشكرك إزاي حدرتك والسفتارك إنت من المحافظة إيه حضرتك أنا حدرتك من نعم محافظة إيه محافظة القاهرة حضرتك من القاهرة من حي إيه بقى أو منطقة إيه أنا من الزوى الحمراء أنا محمد فرحات من الزوى الحمراء لاش تقول إسم ما إحنا بنعملها بسرية يا محمد لا ده أنا أنا متكلم عن نفسي لكن الزوج اللي هو أخو زوجتك أيوة فانا طب هو بيشتغل إيه وسنه كم سنة حضرتك هو شغال بتاع كوتش وسنه 35 سنة وتزوج من أخوه توفى فهو تزوج مراته يعني تمام كان أخوه كان عنده بنتين وهو طبعا دلوقتي معه أربع عيال غير البنتين يعني ست ست عيال يعني هو متزوج بعدين أخوه توفى الله فتزوج آآ لا 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 حضرتك بقى هو تزوج من من مراته أخوه من مراته أخوه تمام تمام بقى أولاد أخو زي أولاده يعني آآ آآ فهو بقى أولاده فده عمله إيه مشكلة يعني ولا إيه مش فهم يعني ده عمله مشكلة لا 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 خالص هو بس يعني زي ما تقول الولاد الحرام بقى هم اللي مشوا معاه وآآ يعني غهو بمعنى الصح دخل في فكة البدرة هو صعب بحله ولا عامل لا لا حضرتك عامل يعني بيكسب كام في اليوم لا مش عارف والله يعني مثلا متوسط 200 جنيه مثلا مثلا بيسلق طبعا مش عارف بقى مش عارف يقولي بصراحة يعني بيعمل حاجات كده صعب دخل بقى في إدمان الهيروين لا هو في آآ البدرة البدرة بيخدها حقا بقى ولا بيشم للأسف حقا حقا طب هو بقى له قديه على الحال ده والله هو بقى له يعني كام سنة بس طبعا يعني ما كانش الموضوع ما كان ما كنش عارفين نوصل لأي حد ان احنا بصراحة انا اللي انا اللي ادخلت وانا اللي وصلت لحضرتك بصراحة ربنا يبارك فيك فقالنا نحاول نشوف اي حاجة زي ما حضرتك بتقولنا تكثف مع بعض يعني طب عاصلك سؤال هو عنده استعداد للعلاج ولا هو بقى تايع من كون هو عضرتك لا لا هو زي من نفسه وزي احنا كمان كلنا زينا وهو بيقول لك انا نفسه تعالج انا نفسه بك ويزا اي حد هو بيسرع حاجات من البيت عندكو؟ من البيت وبرى البيت بصراحة وعليه مديونات كتيرة طبعا اكيد اكيد وقده بصراحة وقدته وظروفهم سفر بصة محمد انا بشكرك بحييك انك برضو يعني توصلت معنا يعني بشكرك الف شكرة على كده احنا معنا التليفون انا نتواصل معاكو في خلال اسبوع لكن ارجو انه يلتزم الموضوع مش سهل ومش مستحيل بس اعاوز منه التزام لما يروح هناك المستشفى مع صندوق مكافحة الادمان بشكرك واشكر كل واحد واعي ارجوكم نخلي بالنا من نفسينا بدأت الحلقة بكلام عن نصر وابطال في نهاية الحلقة بقول لكو ده حلنا خلي بالكو ايام الحرب بتاعت اكتوبر اختفت الجرائم من نصر كانش في جريمة واحدة مفيش حد عمل حاجة غلط والناس كانت عاملة كده روح النصر بتاعت اكتوبر عاوزينها تبقى موجودة على طول بنقول القصص دي مش حكاوي عيني لا خدها للعزة خدها للصبر خدها البكرة خدها للامل خدها ان الدولة وقفة مع ابنائها خدها زي ما طالبنا الحلقة اللي فاتت لاهتمام بالتعليم ولقينا تحرك ايجابي غير مصبوك وزارة التعليم مع وزارة التضامن وكمان وزارة النقل التسهيلات اللي عملتها لكبار السن ولسه محتاجين اكتر نقول ايه كمان لازم ببقى كلنا ايد واحدة هو هتسمعوا لولاد ال هو هتسمع لهم ما الحرب لما احنا ضربناهم اجروا ناس هي اجرهم ازاي كده خلصة الحلقة خلصة اللقاءات اشكركم واشكر فريق العمل اللقاء معكم الاسبوع القادم توصل معكم خلال صفحتي طارق علام تيفيه يا مساء النصر مع برنامج هو ده اشتركوا في القناة